موسيقى اذا عندكم اي استفسارات عن هذه الحلقة او عن اي حلقات تانية اكتبوا ليها في التعليقات تحت قبل ما نبتدي حلقتنا اليوم ابي اسمعكم هاي التراك اللي هني هو عبارة عن تسجيل voice-over طبعا سجلت التراك انا من خلال الماكرافون وما خليت اي نوع من المعالجة في ما بين الماكرافون وبين برنامج برو توز فعلى طول من الماكرافون الى برنامج برو توز خلونا نسمع التراك بدون اي نوع من معالجة شون صوته روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت اوكي مثل ما انتم شايفين التسجيل اوكي بس نقدر نحنا نعدل الصوت بشكل افضل اول شي بساوي هو ان انا اخذ بلغين مال الايزوتوب نكتار برو خلي على المونو طبعا لان احنا نعدل تراك واحد لهو المونو واول ما يفتح البرنامج بيكون بهاي الطريقة خلونا قبل ما انبتري نساوي اي شي ناخد نظرة سريعة على الانترفيس او على الشكل الخارجي للبرنامج البرنامج هو عبارة عن شنو عبارة عن موجولز او مرامج مصغرة موجودة داخل برنامج النكتار هذه الموجولز او البلغينز اللي موجودين داخلها هي اللي تعطينا العناصر المختلفة حق الصوت هي اللي تعطينا الايكيو هي اللي تعطينا ساتشوريشن الكمبراسر مثل ما انتم شايفين يعني الديفولت ستنج مالا او رادي عطاني هاي الثلاث موجولز اللي موجودين بيتش وايكيو وكمبراسر طبعا اقدر اضيف اي نوع من موجولز الثانين على حسب ما انا ابي على حسب ما ابي اعدل في الصوت اللي عندي فممكن انا اخلي مثلا دي اسر اوكي اضاف لي دي اسر طبعا لما اضغط على كل واحد منهم الشاشة اللي تحت تتغير تراويني كل الخواص التابعة لهاي الموجول يضغط على الايكيو براويني هنا نوع الايكويلايزر اقدر اتحكم فيه اوكي ونفس الشيء البيتش والدي اسر في كذا طريقة ان احنا نقدر انعدل الصوت من خلال برنامج نكتار برو اول طريقة هي انه بشكل يدوي انا اقدر اروح واختار كل موجول اللي احتاجه مثلا الايكيو او الكمبراسر وقوم بالتعديلات بشكل يدوي فاعدل فيها على حسب الاشياء اللي انا اضيفها على الصوت عشان اعدلها بالطريقة اللي افبالي فهاي الطريقة طبعا هي بشكل عم الطريقة الافضل ولكن اذا مثلا كانت هذه او مرة انت التعامل في البرنامج فيه ايضا بريسات البرنامج موجودة طبعا بريسات احترافية و موجودة على حسب الانواع المختلفة من التسجيلات فيه يعني داالوج فيه عندنا ميوزيك عندك كليناب اذا بس تبي مثلا انه تسوي يعني تشيل بعض الاشياء اللي موجودة من الصوت يعني اذا كان مثلا وايد باكسي ممكن انه يخففها اذا كان يحتاج مثلا انك تشيل باكراوند نويز ايضا هو موجود هناك خيار بس طبعاً الطريقة الأفضل لنحن نشيل background noise أو صوت الأصوات اللي ما نبيها في مكان التسجيل فيه إحنا حلقة سويناها بعض من قبل اللي هي كافية إزالة صوت المكيف من الغرفة أثناء التسجيل إذا حابين نشوفونها الرابط موجود فوق الصفحة فالpresets هي طريقة حلوة إن الواحد ممكن يعني يجرب فيها كل الأشياء اللي موجودة هنا والpresets ويسمع الصوت إذا كان مناسب أو لا وفيه أيضاً طريقة ثالثة اسمها el vocal assistant هو عبارة عن شنو هو عبارة عن طريقة يستخدمها البرنامج أو طريقة من خلال الذكاء الاصطناعي يستخدمها البرنامج على الساس يسمع الصوت ويعطيك عليه اقتراحات مختلفة على حسب الأشياء اللي هو ممكن يقترحها عليك مثلاً ممكن أنه يعني يسمع الصوت لمدة معينة ويقولك أنه مثلاً والله أنا شفت أنها هي الإيكيو أو هاي الكمبراسر أو هاي مناسبة حق الشغل اللي أنت تبي تسويها أنت طبعاً تقدر تقول له أوكي أو تقدر تقول له لا يعني على حسب اللي أنت تبي إحنا بنقول له طبعاً أول ما نشغل خاصية ال vocal assistant بيعطينا خيارين يا أما نحن بنسوي enhance أو أن نحن نسوي unmask enhance إذا إحنا نبي نعدل في الصوت ونضيف عليه مثلاً الأشياء اللي حتكلمنا عنها الإيكيو أو الكمبراسر أو هاي الموجولز المختلفين عشان نعطيه لون معين unmask شونه يسوي الunmask الunmask يشيل مساحة إذا عندك مثلاً ميكس معين أو عندك التراك ثاني أنت عاجبك فيه طريقة الفويس اللي موجودة فيه أو طريقة الغناء اللي موجودة ممكن أنا أخذ هاي التراك من مثلاً فايل معين وأضيفها للبرنامج هني عساس أنه هو يسمع برنامج نكتر برو يسمع الموسيقى هذي بالغناء ويسمع الفريكونسيز اللي موجودة فيها ويجهز الفوكلز مالك إنت اللي بتخليها هني في هاي التراك أو في هاي السيشن يجهزها بنفس الطريقة مالة الرفرنس اللي أنت عطيتها إياه حق أنك أنت تسويها في الميكس مالك بالطريقة اللي أنت تحتاجها أو بالطريقة اللي أنت تفضلها فإحنا ما راح نلقي نظرة على unmask الحين راح نختار enhance ونقول له next طبعا حين شنو هو يسوي هو قاعد ينتظر الصوت ينتظر الاوديو فأول ما أنا أشغله التعليق الصوتي اللي مسجل لهني راح يسمعه وراح يدرسه ويعطينا الاقتراحات المختلفة حق الأشياء اللي هو راح يسويها طبعا ممكن نحن نتلاحظون أن الصوت مرة واحدة يرتفع أو مرة واحدة يعني ينزل فخلوا بالكم شوية روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية اضع جراحك خطة جراحية بناء على تركيبتك أحين هو عطاني سجستشنز معينة ما نرى ليش اختار راب يعني كلش بعيد عن الراب هاي فأنا اتأكد من الستنجز الموجودة أكيد هما راح يكون راب راح يكون سبيكينج واختار الانتنسيتي أو القوة مالت الشغل اللي أنا بيعدلها هل أبي أجرسيف يكون يعني قوة تشيدي يكون الايكيو والكمبراسور ولا يكون خفيف فاحنا خلي نقول مثلا يعني في النص تقريبا حين وهي الجزئية تقول لي شنو التون اللي انت تب بي يكون الصوت فيه هل تب بيكون فل او سترونج او ناترول او كلير طبعا انت ممكن يعني تسوي كمبراسن ما بين كذا واحد او انك تقارن ما بين كذا واحد الى ان تحصل على الستنجز اللي انت تحبها او اللي هي عاجبتك اكثر فاحنا خلي نقول مثلا خلي نقول لي فل او لا خلي نقول لي مثلا كلير اوكي فهو حين شنو سوى ضاف لي الموجولز المختلفين هني اوكي حطى لي ايكيو دي اسر كمبراسر و ايكيو ثاني و ريفرب ماري ليش حطلي ريفرب بس حين خلونا نسمع الصوت ببنى دانا التعديرات اللي هو سواها بردش اغل لكم الصوت مرة ثانية شوفوا شلون كان الصوت الاصلي روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة و حين معا نكتر روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة ما عجبني صراحة الستنجز لا سواها فممكن انا اقول له سوى دليت حق كلها هاي وايضا حس الصوت صار مخنوق يعني فما اعتقد روح ينفى فهذه طريقة اوكي اللي عن طريق اللي هو استخدام الفوكال اسستنت الطريقة الثانية هي اني انا استخدم البريسيتس خلونا نضغط على البريسيتس ونروح هنا ونشوف تحت الديالوج بما انها يعني يعتبر دايلوج خلنشوف شو الموجودين هنا احس الكلير يمكن يكون اوكي طبعا انا اقدر اختار وانا اشغل اللي تراك اقدر اتجرب هو تشوف اللي يعجبني ونخلي روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عمليتك الجراحية شفتوا حين يا جماعة الـ settings أو الـ presets المختلفة عطتني كذا نوع من الصوت فما رأى انا احسيت يمكن يعني الـ audio book اوكي مثلا او اذا تب يكون يعني ضخم الصوت ممكن تقول له مثلا loud and proud حتى الـ home voice over enhancer بعد كان اوكي فطبعا كل واحد من هادلين اذا اخترنا مثلا الـ audio book كل واحد من هادلين لها الـ set من الموجول الذهني مختلف فنشوف مثلا saturation اعطاني saturation الـ EQ قم رفع من بعض الـ frequencies هنا دي اسر هنا الـ compressor فهذه كلها اعدادات مختلفة عشان انك تتحصل على الصوت اللي تبيه طبعا البرنامج ما يشتغل بس حق الـ voice over يشتغل حق الغناء اكيد طبعا فممكن انك انت تشوف presets ثانيين مثلا حق الميوزك يعطينا هو كذا نوع من الـ presets المختلفة حلوة حق مثلا اذا انت تبيه تسوي background vocals او تبيه مثلا انك انت تعطي الصوت حق الصوت المغني او الصوت المغني يكون فيه punch او قوة او حتى مثلا اي صوت ثاني انت راح تبيه تسجله واذا طبعا حتى هاي كله الاشياء اللي اخترت عن طريق الـ preset ما عجبتني ممكن انا ادخل وغير فيها direct نسمع مثلا روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يبقى الجراح موجودا في غرفة العمليات طوال الوقت ويتخذ القرارات خلال عملياتك الجراحية في حركة طبعا وايد حلوة في برنامج نكتر برو اسمها Auto Level Mode هاي الزر اللي هنا هاي الزر يعتبر واحد من احلى الاشياء اللي اضافوها في الاصدار الاخير شغلته هو شنو؟ شغلته انه يعطينا limit معين يخلي الصوت فيه مثلا نشوفه حين اول ما شغلته اضاف لي هاي الخط هنا هاي الخط شنو قصته؟ يصير هو نفس نوع المتر مو المتر المتر بس صاير يعني قاعد يصير لأجست بروحه اوتوماتيكلي مع التراك وهو ماشي عساسي وصلنا الى الليفل اللي احنا نبهه يعني مثلا خلنا نجرب نسمعه روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة جراحك مدرب خصيصا على استخدام الروبوت لا يعمل روزا من تلقاء نفسه يعني شوفه حين مثلا اقول له مثلا هاي الليفل الليفل معين يستخدم طبعا التكنولوجيا ما تهوى حق الـ Auto Level Mode عساس انه يخلينا الليفل مال الصوت كامل بشكل عام ما يروح بعيد جدا فوق او تحت عن هاي المستوى اللحن نبهه ولاحظوا ايضا ان الليفل الزهني عندي في الماستر نزل قبل ما استخدم البرنامج شنو كانت؟ روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة يعني الليفل الليمت مالك كان يوصل حدا الى مينس فورتين او مينس ففتين هاي طبعا الليفل يعني جدا نازل وما راح يعطينا قوة في الصوت بتحس الصوت كله نازل فاول ما شغلنا البيباس وهي طبعا يعني على فكرة هاي موضوع ثاني اصلا بس يعني عشان نحن نعطي قوة حق الصوت لازم نعرف نتعلم استخدام الكمبريسر والليمتر بشكل صحيح فحين عقب ما ضفنا البلاجين شوفوا الليمت وين يوصل روزا هو روبوت مساعد لجراحة تبديل مفصل الركبة تقريبا لماينس سكس وهو طبعا لفل معقول او اكسبتبل مثل ما يقولون هذه يا جماعة نظرة سريعة على برنامج نكتر برو اتمنى انكم استنستم معي في هذا الحق لانه من الصراحة وايد استنستم معكم مثل ما قلت لكم اذا عندكم اي استفسارات ثانية حابين تواصلوا معي من خلال قنوات التواصل الاجتماعي عنوينها موجودة قدامكم على الشاشة اتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة